طبعا تم خلال الساعات اللي فاتت كان فيه خبر مهم خاص بلجنة الحكام وخاص بتجميد محمود البنة مصدر مسؤول على لسان كان مصدر مسؤول ان لن يتم او مش هيتم تجميد الحكام محمود البنة يعني ده طبعا الخبر ملناش علاقة به لكن انا لفت انتباهي ان المصدر اللي مصرح قالك ان اللي حصل ما بين محمود فماتش الاهلي وفيراملز المشدة والمشاكل اللي حصلت المصدر المسؤول اللي في لجنة الحكام قال دي نرفازة ملعب طيب هو المفروض ان لجنة الحكام ما بتبررش لي اللعيبة التصرفاتها داخل ملعب وبالتالي اللي يبرر ده مثلا مدير الكرة في الناد الاهلي مدير الكرة في فيراملز ومدير الكرة في الزمالي لما بتحصل خناءة او مشكلة يقولك دي نرفازة ملعب علشان مش عايز يكتب مثلا الصحافة او الخبر او الاعلام يطلع يقول ان حصل مشدة لكن الحكام داخل الملعب وداخل المباريات هي بتطبق القانون فكون ان مسؤول اللي انا عارفه طبعا مش راد اقول اسمه علشان ما احرجوهش لكن كون ان مسؤول يطلع يقول ان نرفازة ملعب المشدة اللي حصلت ما بين لعبة الاهلي ولعبة البيراملز فانت كده ما تطبقش لك قانون ولا اللوايا خلاص بقى يبقى احنا هنمشيها كده يبقى ضربة الجزاء اللي ما تحسبتش البروكسي قدام الزمالك تبقى نرفازة ملعب اثنين واحد بيشد واحد خلاص لو بعد كده لعيب بقى ضرب واحد في الملعب بدون كورة هتبقى نرفازة ملعب اعتقد ان الحكام يعني الناس يا اما تول تصرحات تبقى مطبقة للواقع ومطبقة للوايح والقوانين يا اما ما تتكلمش فده ارجو من السادة المسؤولين في لجنة الحكام